شفنا الشيخ نعيم آسم بطبعة جديدة ربما يتحدث مع الداخل اللبناني بإطلالته الأخيرة اللي تزامنت أو ربما هو كان بريد أن تتزامن مع المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين الموفد الأمريكي آموس هوكستين والرئيس نبيه برري المكلف من حزب الله بقيادة هذه المفاوضات كانت لفت هذه الإطلالة للأمينة العام لحزب الله الشيخ نعيم آسم بسبب كذا شغلة تنولى إن كان بالخطاب بحد ذاته أو بتحديده لما بعد وقف إطلاق النار وما بعد الحرب بالخطاب بحد ذاته كان في يعني حسينا أنه فيه تناقضات بداخل الخطاب وتناقضات مع السياسة السابتة إذا جايز التعبير اللي تعودنا نسمعها من حزب الله بقطع النظر عن كل شيء قاله ويمكن نتوجه فيه للقواعد الحزب الشعبية والعسكرية بالنسبة للمفاوضات الجارية على وقف إطلاق النار بالنسبة لتحديده إنه الميدان ليزال هو اللي بيتحكم بمسار هذه المفاوضات أو المعطيات الميدانية اللي بتحدد إذا كان بيصير وقف النار أو ما بيصير خلينا نتطلع للنقاط اللي حرص إنه يحكي فيها ويمكن كانت أول مرة منسمع مسؤول بحزب الله بيحكي عن الداخل اللبناني ما سمعنا بخطاب شيخ نعيم آسم لاعب إقليمي مثل معودنا يمكن الأمينة العام السابق حسن نصر الله يحكي من موقعه كلاعب إقليمي على مستوى خريطة المنطقة شفنا الشيخ نعيم آسم بطبعة جديدة ربما يتحدث مع الداخل اللبناني مع نقاط أو مع ثوابت مسلمات ما بعرف شو منها نسميها وإنما هي بالواقع مقاربات جديدة على الحزب وجديدة على الوسط اللبناني اللي ما اعتاد من الحزب إنه يسمع هذا الكلام أربع نقاط حدد فيها مرحلة ما بعد الحرب بلش بأول نقطة هي إعادة البناء لأول مرة ما منسمع حدا من الحزب بيحكي إنه إعادة البناء ستكون مسؤولية أو بدعم ومساعدة من راعي هذا الفريق لكوة إيران اللي اعتادت يمكن بحرب الالفان وستة إنه يتعمر أو تعطي الفائد القوة للحزب لإنه يكون مرتاح على وضعه أيا يكون حجم الأضرار والخسائر وكلفتة لا هالمرة اسمعنا الشيخ نعيم آسم عم بيحكي نبني معا مع الدول ومع الشرفاء ومع الأصدقاء يعني ومع الدولة كمان بدرجة أولى إذن اليوم بيعرف يمكن الشيخ نعيم آسم إنه اليوم نحن إذا بده يبني مع الدولة ومع الأصدقاء ومع الدول ما هي الشروط التي تفرضها الدول المانحة لمساعدة لبنان على إعادة الأعمار فهل هو بيوارد إنه يحكي بهيدي الشروط واللي هي بالأساس ترجع دائما للنقطة الأساسية اللي هي سلاح الحزب هيدا بالنسبة لأول نقطة من خطاب الشيخ نعيم آسم نروح على النقطة الثانية اللي هون بتبين أهمية التغير الكبير بخطاب حزب الله حدد بهالنقطة الثانية وبالنقطة الثالثة مسار جديد فينا نقول لما بيحكي عن إنه الحزب سيساهم في تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وضمن الطرق الديمقراطية يعني شفنا أنه ما عم نحكي عن حوار يسبق انتخاب ما عدنا عم نحكي عن رئيس توافقي لازم نتفق عليه قبل ما نروح على الحوار يعني كل التعطيل اللي تعرض له ملف انتخاب رئيس جمهورية وكأنه بفجأة سقط وصار الحزب جاهز ليسهل هذه العملية الانتخابية لرئيس جديد للجمهورية هذا يقودنا إلى النقطة الثالثة واللي هي عم يحكي إنه نحن سنقوم بالعمل السياسي تحت سقف الطائف يمكن هي أول مرة نحكي عن عمل سياسي يقوم به حزب الله لأنه دائماً حزب الله كان يقدم نفسه على إنه مقاومة عسكرية لإسرائيل اليوم عم نشوف إنه الحزب وكأنه قرر إنه يرجع إلى الداخل إلى لبنانيته من دون ما يسقط مسألة مقاومة إسرائيل أو السلسية معادلة السلسية اللي قائمة على الجيش والشعب والمقاومة وإنما أرر إنه يمارس العمل السياسي الداخلي وتحت سقف الدستور وهيدي يمكن من المرات القليلة اللي بنسمعها الأدة محددة وبهيدا الشكل إنه أراد حزب الله أو يريد من خلال هذا الكلام أن يعود إلى أن يقدم نفسه على إنه حزب سياسي في الدرجة الأولى ولا يأكد لنا على هيدا النقطة منروح على النقطة الرابعة اللي قال إنه نحن نستمد بعملنا السياسي من قوتنا من قعدتنا السياسية والشعبية يعني القوة السياسية والشعبية لم يتحدث عن السلاح لم يتحدث عن القوة العسكرية اللي هي كانت دائما الأدات الأساسية اللي بتحرك الحزب في الداخل أو بجبهته مع إسرائيل لذلك اليوم هيدا النقاط بتخلينا بتدفعنا لنسأل أنه هل هناك فعلا مرحلة جديدة قرر الحزب أن يخوض مع الداخل ويسهل كل الأمور اللي كانت نقاط خلافية أساسية وجوهرية بمقاربة الملفات السياسية الداخلية مع باقي الشركاء في الوطن اللي دائما ما يتعرضون للتخوين إذا طرحوا أي اعتراض أو فكرة تخالف رأي الحزب هل هذا يعني أنه الحزب قرر أن يدخل إلى الساحة اللبنانية بمشهد الحزب السياسي وماذا عن السلاح؟ هيدا أسئلة يمكن اليوم ما عنا عليها جواب وإنما أكيد الأيام المقبلة يعني هو هيدا الجواب عمليا رهن بما ستكون عليه نتائج المفاوضات الجارية لوقف اطلع النار اليوم نحن ما منعرف شو بعد يعني البنود اللي منعرف أنه فيه مقترح منعرف شو هي الأفكار ينحكى عن ما هي النقاط اللي يمكن في عليا بعد بعض الخلافات بوجهات النظر واللي يفترض أنه إسرائيل تعطينا جوابة لا يمشي هذا الاتفاق أو لا يمشي ولكن اللي أكيد واللي بلشنا نسمعه حتى عن لسان نواب بحزب الله أنه اليوم الخطاب الجديد اللي توجه فيه الشيخ نعيم آسم بالتزامن مع هذه المفاوضات يحمل الكثير من المرونة يحمل الكثير من الإيجابية وهيدا شي غريب أن نسمع عن لسان الحزب هو بحد ذاته يعني بالوقت اللي نحن لازم نكون كوسط سياسة وأعلامة عم بيتعاطى مع هذه المقاربة الجديدة يعني الرسائل يفترض أن تكون وصلت النزول عن الشجرة يبدو أنه بدأ ويمكن بلش الحزب يقرر أنه يلاقي باقي الفرقاء بمنتصف الطريق ولكن بتبقى دايما الأسئلة هل فعلا هيدا هي النية وهيدا قراءة صحيحة وسليمة وموضوعية لكلام الشيخ نعيم آسم أو أنه لا في بعض رهان على الميدان مثل ما رجع ذكرنا إن كان بكلامه عن السلسية معادلة الجيش والشعب والمقاومة أو بكلامه أنه عن وقف اطلع النار يكون رهن بمعطيات الميدانية سؤال يسأل ولكن الجواب يبقى دائما ملك الحزب نفسه ترجمة نانسي قنقر